حضور لافت لليمن في العاصمة الألمانية هذه الأيام زيارة رسمية للرئيس الوزراء الدكتور أحمد عبد بن دغر رفقة وفد حكومي عالي المستوى للبحث في مجال التعاون السياسي والإنساني وفي موازات هذه الزيارة المعلنة يجري وفدان يمثلان الحكومة والمتمردين محادثات برعاية الخارجية الألمانية لا تزال حتى اللحظة في منأة عن الأضواء الإعلامية لكن ثم تدلائل عديدة على أن محادثات كهذه قد تسهم في اختراق جدار الجمود السياسي الذي يلف الأزمة والحرب في اليمن التقى رئيس الوزراء نائب المستشار الألمانية وزير الخارجية زاجمار جابرييل ثاني أهم شخصية في الحكومة الألمانية وبحث معا جوانب الدعم السياسي والاقتصاد والإيغاث والإنسان الذي تقدمه الحكومة الألمانية لليمن في ظل ما خلفته الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية وتبعاتها المعقدة بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية رئيس الوزراء شارك في الدورة العشرين للملتقى الاقتصادي العربي الألماني المعقد في برلين وفيه أكد أن اليمن يعيش وضعا مأساويا نتيجة للصراعات السياسية وللرغبة في الاستحواذ على السلطة والثروة من قبل مجموعات انقلبت على الشرعية في مجمل لقاءاته مع المسؤولين الألمان أعاد رئيس الوزراء طرح الحقائق المتصلة بمسار الأحداث التي شهدتها بلاده ونقلتها من مرحلة السلام إلى الحرب بدأ من الانقلاب على الدولة وانتهاء بتدخل التحالف العربي وتحقيق النتائج التالية على الأرض عرض يدركه الألمان جيدا وكانوا حاضرين في بعض تفاصيله ربما لكنهم يحتفظون بتصوراتهم الخاصة حول الأزمة والحرب في اليمن وعن الحلول الممكنة ويعملون بدأب من أجل الدافع بتصورات للحل السياسي يتجاوز ربما معادلة الشرعية والانقلاب ذلك ما تسعى إلى تحقيقه اجتماعة برلين الموازية التي ينظر إليها المراقبون بحذر شديد لكونها وفقا لمؤشرات عديدة لن تتجاوز حدود التصور الذي يبقي على الانقلابين شركاء في عملية سياسية لا تحاسب أحدا عن كل الجرائم التي ارتكبت على مذبح الاستئثار بالسلطة في البلاد